اهلا وسهلا بكم لازلنا مكملين في حلقاتنا لهذه الليلة مع الشيخ مشاري العفاسي اهلا وسهلا بك وصلنا الى منطقة السحور ان شاء الله يكونوا لك على ذوقك طبعا ما في ضيوف السحور شكرا الله خيركم ليس لان طبعا في جزء لان الشيخ شوي صار انطواعي بس في جزء ثاني انه الشيخ لا مش انطواعي ربعي ما يعني ما يبوني ذرون ايه ابولاء ربعك في الكويت وبعضهم كان مفروض يوصل ما وصل عموما انا سعيدة سسمعك وفرصة نكمل الحديث اليوم شيخ وش الكلام اللي كنت بغى تقوله في الحلقة ما كملنا او في نقطة ودك توضحها قبل لا ننهي والله انا ودي اقول ان بعض الناس يعني متعصبين يعني ما رح يرضون عنك يعني وانا يعني لست حريصا يعني على ارضاء الناس انا حريص على ارضاء الله عز وجل بعض الناس يعني من الاخوان المسلمين مثلا منصفين يعني مثل الشيخ مثلا عبد الحميد البلالي كان يدافع يعني حتى في وقت التغريدة اللي تكلمت فيه على المرشد اللي يقول انا تعلمت الرقص الافرنجي وكذا لانهم كانوا يقولون انت تنشد على المسرح وكذا والمسرح هذا انتوا كنتوا قائمين عليه أصلا انتوا كنتوا منظمين وخرج فيه اكثر الدعاة اللي شاركوا فيه يعني هلا فبراير يعني كذلك يعني بعض الدعاة حتى يعني فيه ناس انا صراحة يعني افرق بين يعني الخلاف الشخصي ومحبة الناس او محبة المسلمين خصوصا ومحبة الناس ويرادة الخير للناس عموما يعني مثل الشيخ عيد القرني الشيخ سعد البريك فيه ناس انا احبهم في الله ولوهم فضل على المأسا بس يقولون الغيث متابعتك للشيخ سعد البريك هل هذه والله يشوف انا اما يعني الغاء المتابعة لا يعني البغض يعني شوف بعض الكتابات مثل الشيخ نبي العوضي مثلا يكتب يعني كتابات يلعقون الاحذية وكذا يا اخي انا بقول شغلة ان الشيخ بن باز رحمة الله عليه له فتوى في القذافي مثلا ان يرى ان القذافي يعني كفر في كتابه الاخضر او انها اساءل النبي صلى الله عليه وسلم او حرف القرآن وانا كتبت قصيدة في القذافي بالذات في الثورات انا ما كتبت الا يعني انا اللي كاتب في ليبيا فقط اما الامور الثانية حتى في سوريا كتبت يعني شيء على شكل الدعاء لا عاش قاتلهم يعني الشيخ بن باز يفتي بوجوب طاعة ولاة الامور ونحو هذه الامور اللي يفتي بها من يعني يصبونهم بالجامية وكذا لان الشيخ الجامي ما يعرفون الناس هم ما يقلون الفوزاني هذا فوزاني ولا هذا بازي مثلا وهذا عثيميني وهذا الباني علماء سلطة مثلا الشيخ الباني ما هو مقرب للسلطة ولا هو من علماء السلطة كما يدعون ولا هو يعني سعودي مثلا او خليجي ومع هذا يفتي بما يفتي فيه الشيخ الفوزان وشيخ بن بازي وشيخ بن عثيمين هؤلاء فتاواهم واحدة أيام القذافي كان حاكم كانوا يفتن بأنه كافر مثلا هو يفتي الشيخ نعم بينما الشيخ القرضاوي مثلا الشيخ سلمان العودة محترامي لهم كانوا يزرون القذافي لما سقط القذافي ركبوا الموجة يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولهم أنا أكرر أقول إحنا عشنا طيش وحماسة ومراهقة سياسية يجب أن نطوي هذه الصفحة ونقف يعني عندما يجب أن نعالجه ونلملم جراحاتنا دماء سفكت مئات الآلاف يعني في سوريا والآن في العراق مثلا والشخص يعني يقف حائرا يعني في السوشال ميديا لكل يعني قناة فضائية إخبارية أجندة خاصة هؤلاء يعني يعطونك خبر في الإجاب هؤلاء في السلب هذول يضربون هذول وللأسف يعني عندنا ناس هنا يبوني عادون السعودية يضربون السعودية يحطون حيلهم بالعربية ولا الأم بي سي مع تحفظي على المنكرات التي تقع فيها القناة هذه ما أحد يخاله ناصحوهم يا أخي عيالكم وهلكم في السعودية وتعرفونهم ناصحوهم كنتم تخرجون في القناة نفسها وهذه القناة كانت تضع لكم برامج ولازلتم في رمضان بالذات بعضهم ينتقد مثلا نحن نقول هذا لأن فيروتانا مهنيين وحيادين قدر المستطاع يليت الأفق واصلك بعضهم ترى ينتقد الأم بي سي عشان ما طلعوا فيها لا لا أنا شوف أنا ليش أقول شذي والله مو دفاعا عن الأم بي سي أو العربية اللي يعني يعني خلنا ما أقول رزتهم أقول يعني أشهرت يعني كثير من الدعاة اليوم المشهورين خرجوا في الأم بي سي ويمكن في ناس من الأخوان المسلمين يعني أو ينتمون أو موقفهم حتى من الأحداث السياسية بالذات مصر موجودين يعني مثلا الشيخ عايد القرني من الأخوان أو من الأخوان له موقف مع الأخوان بصف الأخوان في الأحداث يعني الشيخ عايد القرني الشوغيري مثلا يمكن ما أدري له موقف أو كذا بس هو معروف نشأته معروف المنشد حمود الخضر مثلا شارة الأم بي سي هو يغنيها أنا لو مسوي شيء كان ما يطهرني ما يزمزن مثلا من منتقديك طبعا طبعا إيه يعني أنا أقصد أنه مدفعني على الأم بي سي ولا العربية لكن من يهاجم العربية والأم بي سي بحجة أنهم علمانيين وكذا أنتوا أحباب لعلمانيين آخرين يعني في تركيا وغيرها يعني أرثوقان دعا للعلمانية في قناة دريم مثلا في لقاء له في قناة دريم قال نصيحتي إلى الدولة المصرية أن تكون دولة علمانية ما يستقيم يعني يا أخي يعني هذا التناقض أنا صراحة ما يعجبني لو كان من أقرب الناس لو كان من السلفيين أنا نصحت السلفيين في أن لا يدخلوا السياسة ويتفرغوا للدعوة ولا يخاصم الناس على الكراسي كيف يقبل الشخص وصلت الفكرة الدقيقة كيف يقبل شخص أن يصلي خلفك أو تخطب به وأنت خصمه على كرسي في الانتخابات وابحة شيخ مشاري ترى عفوا هذا الكلام حرفوه وقالوا أن مشاري يطعن في السلفيين فكتبت أنا مصحيح أني أنا أطعن في الإخوان والسلفيين في مصر قالوا مشاري كيف يتناقض كان يمدح الإخوان أنا أقول كل هذه الجماعات لها فضل على الدين لا ساهمت في الصحوة لكن حتى في التغريدة نفسها كنت أتفع التغريداتي هاجم الفكر لا تهاجم لأشخاص وصلت الفكرة شيخ مشاري حلقة رائعة وممتعة متنجدة لتلبية الدعوة أحب أقول لك أن نمزودنا الوقت عشر دقائق لأن الحديث ممتع وأعتقد إذا كان هناك صحافة جيدة في منشتات كثير في لقاء اليوم في ملفات كثيرة نشوف النابي هنا أينهم أشكرك والله المنشطات يعني ما تعكس دائما يعني الحقيقة لا لا إن شاء الله ينستنبطونها مما قلت بكل إحياد ومهنية أشكرك شكر عميق على تلبية الدعوة على هذا الحضور البهي أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصون جزء من نقطة كل متابعتنا في أهل رمضان غدا ضيفنا شاعر كبير من رموز الساحة الشعبية ومن مؤسسيها عاش أكثر من ديربي في حياته الشاعر الكبير نايف سقر في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة